ما نهى النهاية؟ لا والله ما نهى النهاية هل كانت النار نهاية سيدنا إبراهيم؟ أم كان الحوت نهاية سيدنا يونس؟ أم كان الغار نهاية المصطفى عليهم؟ أفضل الصلاة والسلام لا لا كان بداية فتحهم لا في اقتباس رائع جدا يقول فقط لأنك تعثرت في لحظة معينة لا يعني ذلك أنك سقطت إلى الأبد والعثرة اللي تعرض طلة تأكد إن بداية الفتح اللي جايك والرزق اللي خايف يروح عليك رح يجيك حتى لو حاول تهرب منه بسول الله صلى الله عليه وسلم بالشركة قائلا لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت لذلك نام وفيه وعيش وأنت مطمئن ولا تخلي الألأ مطرح كان في أبيات شعر حلوي جدا تقول ما طال ليل الأسى إلا وأعقبهم فجر يعيد إلى وجداننا الفرجة كم ساهر دامع العينين مبتئب وحين ناجى الذي يدري بحالهم شرحة ربي يسعد لك الأوقاتكم أهلا وسهلا فيكم صبايا بفيديو جديد وروتين جديد وإن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير تمنوني عنكم شلون قضيت والعيد اليوم الفيديو عندي أنا غير غير العادة يعني دائما في فيديويات العيد سبحان الله عن جهينا بتكون غير هالعيد هيك يعني كسرنا القاعدة ما بعني سبحان الله يعني هالعيد حبيت أني أخذ إجازة شوي ما أمسك كتير التليفون وهيك شوي يعني واحد أنا لما أكون عن جد عندي كتير كتير ضغط أو لما بحس أني فيه شغلات عندي ما يمرتبه متل ما كانت فأول شي بعمله أني بوقف عن التصوير برجع بعيد يعني حساباتي متل ما بقوله برجع بنظم حياتي لأني شقد ما كان وشقد ما قلته أني لأ أو شقد ما أنا قلت لكم أني لأ أنا عم بصور مشان أتسلى فيه شي بيقول أني أنا هاد التصوير أو الفيديوهات عم تاخد شي من وقتي فبلحظة من اللحظات بتطلع لأ فيه شغلات صار عندي فيها ضغط فيه شغلات صار فيها فوضى بحس سبحان الله يعني أحيانا صبايبك تقولي شقدك يعني أنك مهتمة بولادك ومهتمة ببيتك لأ أحيانا بحس عن جد أنا من جواتي بقول أنا أمالي كويسة مالي مهتمة بولادي مالي مهتمة بحالي مالي مهتمة ببيتي رغم كل الاهتمام يعني وشقد ما بحاول أني أكون يعني قدر الأمكان أني أحاول أكون يعني بكل شي صح أو بكل شي ميشة يعني نوعا ما يعني أني كويس بحس بالتأصير بحس أني أنا فيه شغلات كتير مقصرة فيها فأول الشي بفكر فيه أني لأ أنا ده أوقف التصوير لأني بيكون أخذلي كتير وقت عرفته كتصوير فيه بيكون وقت كمونتاج الفيديو وهيكا ده كله كله بياخد من وقتي يعني أول الشي بتطقف راسكن عرفته صفايا فبقف أول الشي عن التصوير عن جد أنا عزروني يعني وسامحوني بس والله هيك يعني بحس أني أنا أريحلي لما بوقف تصوير بحس أحيانا فيه عندي صار ضغط نفسي مع أني مثلا إذا بتطلعي على الأمور كله تمام الولاد تمام المدارس تمام الحمد لله يعني الأمور كلها بخير بس أنا ضمنيا بحس بضغط نفسي بين التصوير وليك فأول شي بفكر فيه يعني لأ وقفي فوقفت حست حست العيد برواء من دون ما شيلي الكاميرا وحطي الكاميرا وقلبت الكاميرا وعلقه الأشرطة في بعضهم وهيك فريحت حالي من هذا الضغط النفسي عرفت وقت لقلي عرفت وقت لولادي عرفت وقت لبيتي يعني قضيت العيد هيك بهدوء وبعد العيد شمرنا نحنا ونزلنا على التعزيل المطبخ بالعيد ما حسته لأني عرفاني حالي أني أنا ما بدي أصور وعرفاني حالي أني بعد العيد بدي أنزل إن شاء الله وتعالى يعني فيديو تعزيل المطبخ كتير كتير كان فيه شغل كتير كتير يعني عديت فوضى فيه أنا مالي متعودة هيك أحيانا أولادي بقلهم فضولي تجلاي فلما فضولي إياها بحطوا مثلا شغلات ما بيعرفوها المحلة بيفتحوا السحابة هاي السحابة أنا بفرجيكن إياها هاي السحابة يعني فيها كل شي فبشيلوا بيزدتوا فيها شغلات اللي بيعرفوها شغلات ما بيعرفوها فيه شغلات أحيانا بيقدوها على اللون يعني السحون البيض بزدتوا مثلا الصحن الأبيض مع السحون البيض بكون هوا مسلا ما وهو محلو فطنشت طنشت طنشت وحتى على العيد ما حستو بعدين حسيت لأ عن جد صار يعني نفسيا أنا اتعبت من منظر المطبخ هيك فقلت خلاص بلش بقى تعزيل المطبخ فبلشت معكن متل ما بتعرفو دائما أنا لما بعزل المطبخ أول شي ببلش فيه يقشو المجلة بحس مع أني كتير كتير بعود بجلي وبطالع وبترجع مثلا بتدمع وهيك يعني الميلة لأني كلسية بس ما بعرف هيك بحس أني أول شي لازم أعمل المجلة وأعمل هيك اسم المرامر من شان إذا نزلتوا صحون نزلت توابل حطيت على بيكون هون كل نظيف يعني أحطوا على نظافة وأشيلوا ما يكون مثلا فيه هرهير فيه ماي فيه جأجأة يعني عرفتم فأول شي بلشت بالمجلة بحب كتير أحط لك لور ليش التدميع كله بروح يعني هاد البخاخر فرجتكن إياه ببداية الفيديو ببخ منه مثلا الحنفية هاد بستعموا صراحة لحمامات الدوش وهيك للبلور تبع الدوش بروح التدميع كله بس للمجلة كمان بحطوا بيروح التدميع بس لكلور أقوى يعني إذا بتكون النصيحة الكلور يعني كتير كتير أكوس بحطوا بكتر هي بتعقم وهي بتصير المجلة فرجيتكن إياها بتصير عم تلمع على ماء وليفت هيك الحيطان حواليها والله مصلى على النبي وبحط كلور اللعفو بالمجرة يعني فبتلاقوه هيك بتطلعوا وبصير المجرة هيك من جوا أبيض عم يضوي ضوي كمان لمعت هون الحيط طبع الفرن إلا ما يعنيش قد ما تنظفته عليه إلا ما يجي يعني من الزيت نقط زيت وهيك فهذا بتنتبه وأنا غالبا بحاول ما أقلي من جوا يعني بحط دائما للطوائط الألي يأما بالنص يأما هيك من طرف الخارج يعني للفرن بقول يعني إذا طرتش هيك الفرن أو الأرض تليف تسهل الحيط دائما بيكون تليفه يعني صعب علي فهيك والله ليفته وليفت الفرن وشوفه صار عم يلمع لمع وعم يضوي وهيك تقريبا هلأ خلصنا هاد القسم هلأ جينا لهون هاي الزاوية يعني بتعرفوها دائما بصور لكم فيها دائما نظيفة صراحة مكتر ما ينظيفة مكتر ما استعملتها وهيك هي يعني أكتر زاوية عندي إياها بالمطبخ مريحة إذا انتبهتوا المجلة جنب الفرن هون أنا ما فيني أصور وعندي هاي الزاوية بس هي يلي بحط فيها الكاميرا وبصور يعني المجال بيكون فيها نوعا ما مريح عندي بالاسم الثاني مرمرة بتعرفوها يمكن غالبا كنت أصوركم فيها حاليا إذا ما انتبهين صلي فترة ما عم بصور فيها لأني حطيت فيها ماكينة القهوة وحطة فيها ترميز البن والهيكة إن شاء الله وتعالى كمان بفكرة إني أعملكون بالفيديو اللي بعده ركن القهوة ننظفه ونركنه وفيه فوق خزن وتحته خزن نسويهم كمان مع بعض فأنا صراحة تعزيلة المطبخ بتطول معي يعني أنا على شغلي وراحتي لأني طبعا فيه طبخة وهيكة وما بحاول إني أهلك حالي كله ياتوا بنفس اليوم لأني عن جد بنازق فمشان إني أروق عليه فبشتغلوا على ثلاثة أيام ما شارت يكونوا ورا بعضهم كل ما بشوف حالي مرتاحة بعمل قسم اليوم تقريبا عملت معكم قسم المرامر نحن هيك بنقول لهم هاي مرة مرة حال ما بنشتغل يعني والفرن وعملت المكرويف وعملت الاسم التحتيني تحتهم يعني فيه دروجة نحن نقول لهم بالحالة بسحابت فعملتهم معكم وعملت الخزن كمان وتقريبا يعني خلصت الاسم التحتيني وما خلص يعني بالمية مية خلصت يعني تسعين بالمية بقي هيك الله يعزكم تحت المجلة قلت هذا يعني بعملوا أنا لحالي وفيه درجين ثلاثة ما بعرف إذا بتكن بنصورهم متل ما قلت لكم يعني أنا بدي لسه عن فيديوهين كمان من شان ننهي المطبخ إذا انبسطتوا بالفيديو اليوم وعجبكم وهيك أخدتوا طاقة يعني واستمتعتوا فيه منكمل لا حسيتوه طويل وهيك وممل فإن شاء الله وتعالى منلغيه أو منوقفه بشارك معكم بسركني القهوة ومنكمل لأني في كتير صبايا طلبوا مني كمان تعزيل الحمام فبلشت أنا صراحة بال يعني بالشي اللي بده شغل أكتر الأكتر هو المطبخ يعني لأني أنا عن جد إذا المطبخ مكركب ما بعرف لا أصور ولا أطبخ ولا أشتغل ويمكن إذا احترقت الطبخة معي بقول لأني المطبخ فيه فوضى لهذا السبب صبايا ما صورت لكم عن جد بالعيد لا روتين ولا شي لأني فيه شغلات في راسي بحس أني لازم أعمله وما بحسن أعمله وأصور يعني سبحان الله لما بحس أنا وصلت هيك لدرجة من الفوضى مثلا كل أياتنا منطنش الشغلات الشغلات هي إيه لوقت ما يتراكم علينا الشغل صح أني الإنسان مثلا أو الواحد لازم أول بأول يشتغل وبتلاقي هيك البيت عن جد عب يعني نضيف وعب يضوي وما بتلاقي هيك الشغل متراكم بس أحيانا عن جد بيعدي علينا أيام نحن كنسوان كبنات من في أنا اليوم ماري مش تيأشتغل شي ولا مش تيأ أطبخ ولا مش تيأ أعمل شي هاد اليوم بيضف أحيانا بالأسبوع مرة مثلا أو بال يعني إذا كل أسبوع مرة فاشوفش قد رح يتراكم شغل أحيانا حتى بيجي مثلا لولاد ما أنا مش تيين ندرسون ما أنا مش تيين مثلا اليوم نعمل شي أو ما أنا مش تيه اليوم أطبخ ما بتلاقوا غير يوم عن يوم يوم عن يوم تراكم الشغل علينا أنا هيك صار فيني أتجلت أتجلت الشغل وعلى أساس ويلا أنا أبدأ أصور روتين التعزيل من قبل العيد تخيلوا يعني أنا من قبل العيد كنت بدي أصور لكم روتين التعزيل وما بعري بعدين التهينا بالحديقة وبالزرعات وهيك فما فضيت نهائيا جينا على العيد قلت اللقم يعني لوقت ما أعزله وأصور وأمنتج بكون صارت الوقفة يعني فهيك فيديو ما لازم أنا أعزله بالوقفة فوقفت وقلت خلاص يعني خلاص العيد بلش يا جهينة ففورا يعني حتى على العيد ما حستو يا دوبي هيك لحقت البيت مسحت الخزن بس من بره وقلت خلاص التنشي يعني فقمت عدت وبلشت فيه والحمد لله عن جد عن جد يعني حسيت برواء هلأ هو نصه مثل ما قلت لكم أقل من نص أنا أنجزت بس عن جد حسيت بقى برواء لو تعرفوا بعد ما خلصت صبايا هيك السحابات هلأ بفرجيكم يا هون صرت أفتحون هيك كل شوي أتفرج عليهم شي بشحي القلب عن جد بتشتهي بقى تطبخي بتشتهي أنت تصوري لما بيكون في فوضى عندي في البيت عن جد ما بشتهي أصور أول شي بتطق براسكن صبايا أول شي بقول رح أوقف تصوير ما بقت أصور فلذلك دائما بتلاقوني أنا ملمزاجية بس عن جد بحس أحيانا أني في شغلات لازم أوقفها مثلا يعني الوقت اللي عم بضيعه أنا بالمونتاج وهيك لازم أوقف من شان أصلح باقي الشغلات بعد ما بوقف بقول طب أنا كومليت وتنزقت وهي خلصتي وخلصتي شغلاتك تقومي يلا فعن جد يعني لما بترتبوا وبتنطفوا وبتنبسط وبتنبسط من جوا بتحسوا هيك عن جد بتحسوا بالنجاح يمكن يمكن أنا لأني هون بالغربة وما في يعني سبحان الله شي ما في شي يعني يقلهي حالي في لو أني أنا عن جد دائما يعني بقول لحالي لو ما في القناة عندي كنت يمكن أنا شغلت حالي بدراسة بأي شي لأني عن جد هون بالغربة ما خرج إنكم أنتوا هيك تبقوا مثل ما أنتوا فاللهم صالي عن النبي فلما عن جد بحوسوا بشتغلوا هيك فبحس بالإنجاز على المستوى اللي بيريحني وعن جد صبايا يعني ما تستهونوا هيك بالأمور يعني فيه ناس بقولوا لي أنت مسلا سقف أحلامك أني يكون البيت نظيف لأ أنت بتحسي براحة شوان أنت لما مسلا بتنايمي ولادك وهن هيك محممين وانضاف ومدرستيهم وعاملة اللي عليك أنت اتجاههم ومهتمة في يوم باليوم بتحسي أنت نيمت يوم من دون ما ضميرك يعزبك نفس الشي لما أنت بتقعدي وبيكون هيك البيت نظيفه عم يضوي فعن جد بتحسي حالك أنك أنت يعني أنجزتي بتحسي بالإنجاز أحيانا ابني الكبير بقال له أني نزيل اشتغل بالحديقة بقال لي بقال لي إيش ده أستفيد بقال له بعد ما تخلص أنت أي عمل بدك تشتغل فيه بتحس أنت بالإنجاز ما ضروري أنا لازم أعطي لأخذ المقابل لازم دائما يكون عندي هاد الشعور أني أنا صلحت شي أنا أنجزت عرفتم فهون هلا عم بفرجيكم خلصنا شوفوا هالقسم ونشوف هالأنجاز عن جد هون بتحسوا كله 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 شي عن جد عم يلمع لمع هاد الشعور بالأنجاز هلا شقد ما كنتوا عن جد صبايا منطفين وشقد ما كان منظر البيت هيك بس يوم التعزين بتحسوا لا عم يلمع غير شكل هلا بلشت هون معكن بالدروجة لسا في هون عندي درجين هلا أنا عم بشتغل بلشت معكن من عند الجلاي عرفتوا لسا في منطقة الفرن يعني أنا ببلش عندي المطبخ من الفرن بعدها بتجي كون الجلاي ومنكمل هيك لعند المجلة هلا بلشت معكن بهاي السحابة أول شي الشي اللي أنا عملته بهذا الفيديو إني بلشت معكن والسحابة فاضية ديك تقولولولي يعني الدرج ديك تقولولي وين الاغراض اللي في قلبها صراحة من كتر الفوضى ومو قلت لكم ولادي بيشيلوا من مكان بيحطوا بمكان وأنا مو عرفاني حالي بدي أعزل فوصلت لمرحلة يعني أنا هون كنت حطة الكهربائيات كنت حطة ماكينة الكبة وحطة لمصر يعني بيخفقت البيض لا سلعت البيض وخفقت الجات تعرفتوا هي هون كانت كلا كهربائيات ماكينة الكبة خربت المكسر غيرت له محله حطيته بمكان يكون يعني سهل علي فقلت خلص هون كمان عندي هدول المفضدات كتير عم بيغلبوني وحطة مثلا رف فيه الفنيجين ورف فيه المرايا والمرايا ما عم تسع وبعدين من لهبة الطبخ يعني الفضة لما يغير لونه هلأ هدول أنا كتير محافظة هون تائما أنا كتير صبا يقولولي جوانا شلون محافظة على الفضة ما يغركن هلأ الفنيجين نوعيتهم هدولي ما أشبون شي ما بيصدوا بجليهم أنا مباشرة وبنشفون الصواني هلأ بفرجيكم الصينية اللي أرضيتها مرايا هلأ هدولي الفنيجين تبعات القهوة ورشي حطيتهم حطيت السكرية هاي وحطيت هون كاسات الشاي بقيان عندي أربعة هنكسروا وثنتين أو هنن هنكسروا أول يعني هاي الفضة طبعيتهم طلعت لزق فعل جلي فك اللزق وصرت أجي ألزق أنا ما تلزق عندي فأي والله يعني ما طلع يعني هدول بس هيك منظر فلازم تجلوهم أنا والله سبحان الله أجلوهم فورا أنا أشوفهم بس مع ذلك علما يفكوا لو أعرفهم يعني لزق ما كنت اشتريتهم بس يلا يعني صلوا فترة عندي وأنا كمان عم بطب الفنيجين القهوة كان عندي سبحان الله يعني الطقم كامل وأنا عم بنزلهم طب القالب الأبيض ونكسر قلت يلا هيك سبحان الله خلص يعني خلص عمره هدول كمان الكاسات يعني هنا تبعات قهوة عرفتوا هاي الصينية الفضة كمان الحلو يعني إذا من هلا قرأي أو أنتو كمان صبايا إذا تشتروا صواني اشتروا فضة أرضيتهم مرايا مرايا هون بتتوسخ بتبخوا عليها أنا بسميها المي الزرقة يعني هي البخاخ الأزرق يعني تبع المرايا ببخ وبلمعه وبتصير منظومة عندي صينيتين فضة خربوا ليش بحط فيهم أحيانا الفواكه الفواكه متل ما بتعرفوا يعني لما تعرق وتطلع مي ما في 3-4 ساعات بتلاقي مثلا أو إذا عرفت صينية الفواكه مثلا على الطاولة أو أحيانا بطبق أنا الصبح ليجو ضيوفي للسهراء صار تقريبا 10 ساعات الفواكه بالصينية فعب صدوا فصدوا عندي والله صينيتين اللي ناويتوا يا إما أكبون أو بدي أشتري بخاخ من الأكشن بخاخ فو الضبابخون وبيرجعوا منظومات يعني بعود مثلا بتقف عليهم ما ضروري مثلا أنا أحط فيهم شي يخربهم هاي هون كمان اللي بحط فيها الحلويات جنب ما كنت الأهوة حالين فاضية فجليتها وحطيتها وهاي هون السحابة صارت تمام منيجي هلا على الزاوية هلأ هون طفيت لكم طفيت لكم خزينة هاي اللي خزينة فيها بلاستيك عرفتوا يعني المصافي الجغطات البلاستيك لصحون بلاستيك علب الأكل تبعات الأولاد العلب اللي بحط فيهم مثلا شغلات بالبرادو هيك فطفيتها قلت سيا بنتسوي هلأ سحابة هاي يعني أنا عملتها عرفتوا بقى طفيت لكم تصويرها لأني يعني هيك والفيديو عن جد ما رح يعني رح يعزبني أنا بعرف بس طول الفيديو بيكون بده يعزبني واختصرت اختصرت ومع زيلك يعني المجلة كانت أطول مثلا تصويرها التلميع وهيك كله كله كان أطول كله اختصرته وعجلته ومع زيلك ما نقصه صراحة أنا يعني إذا بدي أقص من الفيديو مقاطع وأكبة يعني جد بزعل يعني بها هز حالي عم بكب تعبي على الفاضي فما كل المقاطع بحسن أنا إني أكبة حسنا بكون عم بصور مقطع وطالع مثلا وشي على البلور ويكب بكون تصوير حلو والكاميرا مجهزة ومزبطة بس مثلا وشي طالع بتلقوني كش أتبزع ويكب يلا شلي حذري وكبي والله هلأ هون عندي هاي الخزينة بحط فيي الطناجر فكمان شفتوا شلون كله كله فوق بفيق بلاقي في أكل مطبوخ في شغلة يعني أحيانا بجي بدي أطبخ شغلة يا الله كان عندي جبنة مثلا مبشورة وينها كان عندي مثلا بطاطا خلصت عرفتوا فبفيقوا بياكلوا ببيصلوا بطبخوا وأنا نعمة وما بحس أحيانا بفيق مطنجر هلأ بنتيش بتقلي بجلية مشان ما تكشفيني بقال لي يعني هلأ أنا ريش مثلا مقفل البرادة عليكن إني لأكلوا صحة وانا بس إني لأ مشان أنا ما أكشفون عملوا أو أشلاصوا بالليل فبيخبوا الجرائم ومع ذلك بكشفون بلون أنتوا أم برحا هيك أكلتوا آي والله فهلأ هون كمان هاد البخاخ صبايا هو بخاخ للأسطح يعني ريحته بتحسوه فيه مثل خل يعني مثل مادة معاقمة ريحته مثلا ما كتير محببة يعني بس بقى هو بيعقم أني بينظف لا يعني هلأ هو مثل ما واضح عليكم مو الوسخ يعني اللي بقى الماع بينظف ومع ذلك هاي يمكن تقريبا صلي أكتر صبايا من 6-7 شهور مالي معزل المطبخ بس إشه وأنا بقلكون يعني لما بيكون بقى فيه غزينة مكبوب فيها شيء فيه شيء متوسطخ فورا بفضي يعني أول بأول بس دائما سحابات المعالي وسحابات اللي منفتحة بقى هاي كل يوم كل يوم هاي بقى ما بدي أحكي لكم عليها هاي شقد ما يعني هاي من الحوصلة الحوصلة يعني بحوصلة الأسبوع بفتح وبنظفهم لما مثلا بلاقي شيء مغبر مشان يعني ما تقولوا ما وشرط إني أمسك المساحة لأنني ما في شيء مبقى إذا بس شيء مهرهر يعني فبمسك مكنيسة الكهرباء وبشلة يعني بشلة ميك نرفتو وبصير بشفط للسحابات وين فيه هراهير بلاقي أحيانا إلا ما ينكب معنا مثلا شوية رز شوية عدس قلب معنا أطرميز البن هدول يعني عند جد لما بتمسحوهم يعني بتلوسوا أكتر يعني تخيلوا أين كب بن أو ينكب كاكا وقوم يمسحي مسحي إذا بينضف فبشيل أنا نمكنست الكهرباء وبشفطة وبعدين بعود بمسح هي كوش وخلص ونرتبت التناجر هلأ هدول التناجر اللي صورت لكم ياهم من فوق تعرفوهم يعني صبايا صال لهم سنتين عندي والله منظومات لو ما وحدة احترقت معي بالبوشار كانوا كلياتهم نفس الشي في منهم هيك يعني تخدش وتخديش ما من إيدي ما بتلاقيه غير مثلا بنتي بتحطه بتحرك بمعلقة لك يا بنتي كهنين المعالق السيليكون يعني سبحان الله بقول يعني ما تزعلي عليهم هنن هيك هيك بتحسوا قالوا انه عمر افتراضي يعني خلص عمرهم سنتين ثلاثة خمسة بعدين بدون يقفعوا يعني شقد ما داريتوا عليهم بس مع ذلك الحمد لله يعني لحد الآن خادميني وكتير كتير منظومات اللي ما بحبوا أو مولي ما بحبوا بتمنى أشتري مثلا طناجر يكون مسكاتها موهيك عرفتوا ومسكاتهم هدول بس بشعات لأن الطنجرة بتسخن كلاتها مع بعض فلازم دايما تمسكي الإيد بمساكة ونحنا صبرنا قليل ودائما مستعجلين الله هيك يا ربي يكرمكم بتجنة فبمسك دائما وبحروق إيدي وعلى إذا انتبهتوا كمان حيرق إيدي في مرة صبية كتبتلي الله هيك يا ربي يحميلك إيديك من كتر عن جد ما بتحروقه من حرق كفي ما بعرف إذا رح تنتبهوا يعني هيك شخطين عم بعملن يعني للولاد بيتزا ولا بمسك البيتزا بدي أشيلك أشوف من الأرضية صارت استويت بلاقيه على الآن بشدة بتفلت إيدي وبتدقر إيدي باللمبات المحطوطين فوق بالفرن هاي أول حرقين لأ وابني عبي يقول لي ماما شقد بتحريقي حالك يعني هاي انت وأمه بها العمر وحيرق هيك حالك وأول يوم العيد طب أختلهم يبرأ للولاد وكل ما بقلب اليبرأ بقول لحالي ما بدي أقلبه على صواني ألمنيوم أنا عندي أنا صواني ألمنيوم من هدولي أهلين شلون كانوا يتبخوا فيهم المحاشي ما بعرف فبلائيه بتلطع بغير لونه بقولوا مشا ما يتفاعل الحمض مع الألمنيوم قلت يا بنت لاتة البيع على الصينية الألمنيوم هالمرة البيع على الصينية ما تتفاعل مع الحمض طلعت هيك ما عندي غير صينية الفرن اللي هو الصاج يعني لأوا أنا عم بصفي الحمض وعم بتذكر لما نكسر الصحن الحمض المحشي لما مرة صورت لكم يا قلت لا شو فيه واحد لازم يصفي الحمض على الطنجرة وبقلب المجل وهيك أموري كلها تمام مسكت الطنجرة المحشي وقلبت على الصاج وما بعرف طب إني البيع هيك دلقية دلق لا مسكت وقلبت هيك مثل المقلوبة طبعا الطنجرة كان فيها شوية حمض أي والله نزل هيك على بطني وعلى إجري صدقوا فورا هيك احترقت مثل عادة لحقت حالي الحمد لله بكريمات وهيك يعني وخفيت يعني الحمد لله شوي بس إني شوفوا يعني سبحان الله شاء بصير معنا هيك شغلات وعلا يقلت لكم أول طبخة أول يوم العيد إش كانت كانت يبرأ يعني ما عتقوني ولادي مثل ما بقولوا بدوني يبرأ خلاص عدى الوقت الزمني لازم نطبخ يبرأ أولا يا صبايا هاي هيك بقى عملت لكم حكيت لكم صار كم شغلة بهالفيديو أولا أبدأ أحكي لكم على شغلة يعني هيك يعني فيه شغلة جديدة هيك صارت حبيت أقلكون ياها قال شقدك كنت عاشروا عالم وخلق بس ما تعاشروا عرب أو ما تتخلطوا عرب أو ما تحكوا مع العرب صراحة ماك الأصابيعكم مثل بعضا وماك للألمان بتعاشروا وما فيك أنت تقعدي مع الألماني وتفتحي حديث وترتاحي شلون يعني أنا ما أعمل علاقات مع العرب ليش والله العظيم أنا أحيانا لما بكمشي بالشارع وبس ما حدا عم يحكي عربي ملا شعور بنجذب يعني إني لا هدول عرب بتحسي هيك الدم بيغلي يعني لسه لما بكونوا سوريين لما بكونوا حلبية هلأ تطلع وحدة بقى عم تستناني عالدقرة بتقلي إيش قد بتحكي عن الحلبية يعني بحكيكم يا عرب الحلبية إيش قد بتحكي لأني عن جد لما بنجمع مع حدا وبحسه لسه حلبية كتير بمبسط لأني فيكن تتذكروا المحلات فيكن تتذكروا الشوارع فيكن تتذكروا المدارس مع بعض فيكن تتذكروا الأجواء يعني صار في مين يحننك لبلدك أو يذكرك بذكريات بلدك صراحة أنا بعمل علاقات مع الكل أشوفوا عندي الفئة تركية صلي يمكن تسع سنين بعرفة اليوم بتصلت فيني تليفون أعيذت علي لما نجمعت معه نجمعت معه عند الجيمع كان ابني صغير كان ابني يعني الكبير كان صغير منزلته على صلاة الجمعة وقفة أنا بره عم بستنى ليخلص الصلاة من شان أراجعه فأجد سألتني قالتلي أني في صلاة اليوم للنساء قلتلي لأ ما بعرف وما بظنو هيك قال أنت إيش وقفة تسوي هون توقف عن بستنى ابني تعرفت علي سلمت علي طلعت ساكنة قريب من بيتي ومن وقت له هلأ ما تركتني ولما بتشوفني أحيانا مثلا هيك نقعد مسترجع الذكريات تجي أحيانا بتنام عندي تخيلوا بتهتم فيني بتهتم في ولادي أحيانا بقل له مثلا مستصعبين ولادي الدراسة وهيك بتجي بتساعدهم كتير كتير ذيك وهيك فمشان تشوفوا أني هلأ نحن صرح للتراك مثلا في كتير تراك زعجوا السوريين بس أنا هون عن جد ثلاث أربع عائلات تركية يعني لهم ملائكة عكتافي بشهد فيهم وبشهد في أخلاقهم وفي معاملتهم عن جد لي كويسة معي عندي رفيقة كمان يمنية دائما دائما بتعيد علي وبتحكي معي وعن جد دائما يمكن مرة ذكرت لكم أني هي مرة رسمت لي حنة وقلت لكم صرت أحب أهل اليمن لأجلة جارة أمي مصرية صرت أحب أهل مصر لأجلة معناتها كل الناس خير وبركة ما معناته إذا أنت مثلا كانت إليك قصص مع العرب أو مثلا صار في معك مشاكل معناتها ما تتعملي أو ما تكوني علاقات لا كوني علاقات بس خليها سطحية خليها تكون على الخفيف خلا أنا هدول رفقاتهم رفقات يعني عم بحكي لكم عليهم ما ببدلهم عن جد بالدنيا وكمان عندي رفقة سورية وعندي رفقة حربية في ناس ما ببدلهم عن جد بالدنيا كلها ليش لأني شفت منهم محبة شفت منهم لحفة لأقلبي عرفته في رفيقة معي تعرفت عليها مع أني ما يمن عمري بقال لأنا أكبر منك يعني باني وباني عشر سنين ومع ذلك تعرفت عليها بالكورس اللغة لما كنت عم بقدم ألماني ولا هلأ صلي أنا تقريبا من تسع سنين لا هلأ مثلا نحكي مع بعض وفي بيناتنا تلفونات جوز يمكن ما دوسني بالسنة مرة وأنا ما أروح لعنده يمكن أنا بيتها مالي داخل تتخيلوا بس خلص هاي الإنسانة أنا ارتحت معها ارتحت معي مبسطت في حديثة مبسطت في حديثي خلص كملت علاقتي معها كانت عندي جارتي دائما تقلي إني يا جو هين أنت دائما هيك مثلا حيبسي حالك مثلا بالبيت مع ولادك والله بكرة مثلا الغربة بتطقيق يعني إني الوحدة هيك لحالك ما حلو بعد فترة هي نفس الإنسانة يعني صار تسقلي إنت يا إيش قدم رايحة راسك المعنى أو المقصد اللي أنا حبيت أو أدي لكم يا إني لما تتخالطوا مع العالم ما تدخلوا معهم للعظم يعني يخلوا خلوا عن جاتفي كتير كتير مسافة أنا هدول الناس اللي حكيت لقلوا عنهم يعني البنات الصبايا اللي بحكي معهم علاقتي معهم عقد ما هي يعني أنا لما بقعد معهم بنجمع معهم قعدة ومبسوطة وبحكي وبضحك وعلى 24 بس ولكن خلص يعني في حدود في احترام وبنفس الوقت ماك اليوم أنا بدي أحكي مع الفيدي ماك اليوم بدي أطلع مع ما 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 هدول اللي عبي يعملوا مشاكل بتلاقوا الناس مبسوطين مع بعضهم وعبي يمضحوا من بعض يعني بعد فترة تقاتلوا ليش لأني كل يوم هم بيشوفوا بعض كل يوم هم بيطلعوا مع بعض تخالطوا مع بعض أكتر فهذا الشي سوى مشاكل عرفتوا فالإنسان يبعد يعني ويكون هيك الأعداد والطلعات إلى وقت تكون هيك لأني أنا أمبسط وأتسلى وأغير جو مو أني يلا كل يوم كل يوم كل يوم بعدين عن جد الواحد بمل فأنا من نصيحتي لألكون عملوا علاقات مع مين ما بتكون تراك وعرب وسوريين ومين ما بتحبوا بس خلوا في حدود ويعني ما تكتروا عرفتوا عملوا مثلي يعني والله ما بتجنه وما بصير شي كو عين عين الله علينا مثل ما بقولوا هاي السحابة صبايا اللي حكيت لكم عليها اللي ولادي إش ما بيضيعوا بدهم يعني إش اللي ما بلاقولوا محل بتحطوه فيه وهو فعليا إش ما بتضيعي بالمطبخ أنا أحيانا بضيع عصارة الليمون بفتح بلاقيه هون بس يميه هون محل خلص بتضحك أحيانا بقالوا تعولي هون أنا هي قلت لكم هون تحطوه وقلولي إيه هون يعني إش عنرفناه كل شي فيه فهاي السحابة كل شي فيه قلت اليوم بدي بقى أنا السقة فعزلت صراحة في عندي معالق خشب حطيتهم بدرج لحالهم وفي عندي معالق هيك لونهم على أسود مع مثلا سيليكونات هيك يعني معالق سيليكون وهالشغلات كمان عزلتهم لحال بهاي السحابة حطيت مثلا الشغلات الألمنيوم الركاوي نحنا من قلنا مقويرة هي الحفارة تبعية الكوسة والبنجان فتحت الطون العلب يعني مصفيت الشي إيه إيش في شغلات عندي ألمنيوم حطيتها الشي اللي صار معي بهالتعزيلة إني حطيت الشغلات كلها على المرمرة وبلشت أطبق وكل شغلة يعني كل ما أفتح سحابة أو كل ما أندار أو كل ما أفتح جلاي ألا أشغلة أرجع أزيد أرجع أعدل هلأ هيك ترتيبة صارت تمام يعني أنا رتبتهم مثل ما فرجيتكن بس اللي ما عجبني هو الله مصر على نبي السحابة اللي حطيت فيها لفنيجين القهوة الدهبية والسحون الدهبية والمرايا هادول أنا كنت حيططهم على رفوف عندي الرفوف بالمطبخ ما كلا على بواب يعني رفوف مكشوفة فهدول الرفوف المكشوفة حطيت فيهم هادول أنا المرايا وهيك على لهبة الطبخ عم يتوسخوا فقلت أنا بدي أضبهم في الدرج بعد ما حطيتهم بهذا الدرج حستهم من زيبطين لأني هون هاد الاسم يعني إذا انتبهت وبلشت معكم تناجر معالي كفكير نحن منقول لهم وشامتشايات اللي بيعرف اشياني شامتشاي يكتبلي المناشف هلا هون كمان بدي أرتبها معكم هون رح أحط غراض الحلويات والمعجنات فحسيت اني هادول هون من زيبطين فهادول بس آخر سحابة رح أغير لهم محل لهم فيه سحابتين اتحاتني هادول محطوط فيهم البلاستيك يعني الكياس الكفوف هادول ما صورتلكون ياهون ومحطوط فيهم مثلا السياخ الشوي هادول لأني استعمالاتهم قليلة فحيتطن اخر درجين ما صورتهم معكم عرفتوا يعني اللي اختصرتلكون ياهون بهاد الفيديو شرحت لكم اشو فقط بالدرج لا يعني قصدي اني قائلكون اني هاد الاسم ما فيه بلور فغالبا هاي السحابة رح أغيرها ان شاء الله وتعالى ازا صورتلكون يعني الفيديو وكملتو يعني كملت تعزين المطبخ معكن على طلبكن مثل ما قلتلكون كتبولي بتكن لنكمل لا حسين اني ما استفدتوا من الفيديو هلا بتطلعوا واحدة من البالي بالكم اللي ما استفدنا من الفيديو والفيديو طويل وممل ايوه فقولولي منعود بس منعمل ركن القهوة مع بعض ومنكمل هلا الساعة انا عندي شوفوا عندي المطبخ من فوق الخزن كلها ممعمولة وعندي مكان ركن القهوة في فوق خزن وتحت خزن وعندي رفوف يعني فيه لسا شغل فيديوهين اذا بتكون لنعملون لاني كمان فيه التوابل فيه المونين محل ما بحط العدس والرز وهيك ايو والله فالله يقويني وقويكون عن جد عن جد يعني فيه عنا كتير شغل لالله بقول انا لوقت احيانا بقول لوقت ما اخلص هاد القسم كنت وصغيره لا فعليا عن جد يعني المطبخ انا بس اعزله بيبقى بيبقى احيانا بعيفه سنة والله من السنة للسنة بس انا بقول لكم الخزن المكشوفة تلكم هيبلا خزن هيك تقريبا كل شهرين بنزلهم اللصحون اللي ما بستعمله او احيانا ولو الكاسات بستعمله بتلاقوا اذا قعدت اسبوعين وما مثلا حطيتها بتجلي او ما استعملت بتلاقوا هيك غبق لونه يعني ان كل اسبوعين كل ثلاثة حسب ما اكون فاضية المهم يعني بنسق انا بشوف شلون وضعي شلون الافضالي طبعا وفي اولويات في البيت يعني فبلح يعني الولاد بالاول بعدين البيت بعدين المطبخ وهكذا هون بعد ما خلص شوفوا الغبرة على الفرن اش قد وقفت فعملت هيك مسحة نهائية اخيرة وهلأ رح افرجيكم لدروجة وخلص اليوم الفيديو لليوم قلولي اذا عجبكم وبتشكركم للمتابعة وبشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد تصبحوا على الف خير مع اني شمس الساعة لنا طالعة بس دائما بحب امسي عليكم اذا عم تشوفوا الفيديو بالليل واحلام سعيدة باي باي احيانا لتبقى عم تواصل وتبقى عم تسعى لازم تتخلى لازم تتخلى لانك تعبت لانك انهقت لانك اختنأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يكلف نفسه من البلاء فيما لا يطيق احيانا تتعلق بأشياء وبتحبها ولكن تكسر ظهرك تخنأك الامتحان بهالاشياء انك تتخلى عنها لان الله تعالى يقول عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لذلك كان في ابيات شعر حلو جدا تقول بعض المعارك في خسرانها شرف من عاد منتصرا من مثلها الهزمة